قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت إن العدوان المستمر على فلسطين منذ ما يزيد عن سبعة أشهر تجاوز المدى في التجرد من الضمير والاستهانة بكل قيمة إنسانية أو منظمة أو منظومة أخلاقية وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية الثلاثة والثلاثين بالبحرين شدد أبو الغيت على أن الفترة الماضية شهدت هبة عربية لإغاثة غزة العدوان المستمر على أهلنا في فلسطين منذ ما يربو على سبعة شهور تجاوز المدى في التجرد من الضمير والاستهانة بكل قيمة إنسانية أو منظومة أخلاقية حتى بالمعايير المتدنية للاحتلال الإسرائيلي الذي عرفته فلسطين منذ عقود بالإضافة إلى التحرك السياسي العربية والدولي لوضع حد لهذا العدوان الإجرامي فقد شهدت الفترة الماضية هبة عربية لإغاثة غزة ونحن ندرك تماما أنه لا شيء يعود أهل غزة في هذه المحنة ولكننا جميعا نسعى إلى التخفيف من إعلامهم ومدواد جراحهم ولم تتوقف جسور المساعدات الإنسانية القادمة من الدول العربية إلى غزة